يا المهدي يومك صار تترقبك الله عين الطليعات راية عليك الله تترجى منك تار ضلع الودعات الله يتارك وين تلقى مع تشفين يم الشريعات يا المهدي يومك صار تترقبك الله عين الطليعات راية عليك الله تترجى منك تار ضلع الودعات الله يتارك وين تلقى مع تشفين يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أولياءه محبيه أنصاره منتظريه المشتاقون إليه سلام عليكم بين أيديكم الحلقة العشرون من الملف المهدوي زبدة الملفات لا زال الحديث يتواصل في العنوان السادس من عناوين صحائفي وأوراق هذا الملف عنوان الوصال الملف طال عليكم بعض الشيء أحاول أن أجمع أطراف حديثي في العنوان السادس علي أشرع يوم غد في العنوان السابع مر الكلام في أجواء شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه ومن جملة من تطرق إليهم الحديث السيد الشهيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه إنما أذكره الآن لسبب كان لي اتصال تليفوني بعد الحلقة الماضية من البرنامج مع أحد مع أحد إخواني المؤمنين يقطن هنا في أحد الدول الأوروبية فأخبرني بأنهم كانوا متابعون البرنامج على شاشة التلفزيون في حسينية من الحسينيات وكان هناك مجموعة من الشباب لما سمعوا باسم السيد حسن الشيرازي ما كانوا يعرفون من هو ويسألون من هو السيد حسن الشيرازي لذا أريد أن أعرف به بشكل مختصر جوابا لسؤال أبنائنا من محبي أهل البيت ومن شبابنا الحسينيين السيد حسن الشيرازي من علماء العراق ومن علماء المدرسة الكربلائية من علماء حوزة كربلاء وهو شقيق المرجع الراحل سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه أنا ذكرته في سياق حديثي عن المد الإخواني أو بعبارة أخرى عن المد القطبي الذي اخترق واقعنا الشيعي وقلت بأنني لم أجد وفعلا هذا لم أجد عالما من علمائنا ممن قد تنبه إلى هذا الأمر وتحدث عنه ربما ربما قد يوجد هناك الكثيرون قد تنبهوا لهذا الأمر ولكنهم لم يتحدثوا عن هذا الأمر ولم يخطو خطوة في هذا الاتجاه لذلك قلت وأقول بأن سيد حسن الشيرازي هو أول من تنبه إلى هذا المد القطبي الذي بدأ يخترق الساحة الشيعية وبقوة وخصوصا في الحوزة النجفية والمد القطبي بدأ يخترق الساحة النجفية منذ نهاية الأربعينات منذ نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات بدأ المد القطبي يزحف شيئا فشيئا حتى اخترق الوضع الشيعي اختراقا كاملا وما نسمعه من ابتعاد الشيخ الوائلي عن منهج أهل البيت في اطروحاته إلا هو مصداق من المصاديق الواضحة وذلك بسبب تأثره بهذا المد وبهذا الفكر والسيد حسن الشيرازي بسبب تنبهه لهذا الأمر وقد تحدث عن هذا الموضوع ولو بشكل مجمل وذلك بالنسبة لزمانه شيء كبير تحدث عن هذا الأمر في كتابه الشعار الحسينية وتحدث عن هذا الأمر في كتابه كلمة الإسلام ولربما أيضا أشار إلى هذا الأمر من بعيد في كتابه الاختصاد الإسلامي من أوائل العلماء الذين اعتقلوا في العراق أيام قصر النهاية قصر النهاية ربما الكثير من الأجيال الجديدة لا تعرف شيئا عنه هو قصر الرحاب من القصور الملكية لما استولى البعثيون على الحكم جعلوه مقرا للتعذيب والتنكيل والتحقيق مع ما يريدون القضاء عليهم وسموه بقصر النهاية وكان يشرف عليه المجرم الكبير المعروف ناظم اكزار وثل من البعثيين ممن صاروا بعد ذلك وزراء وقادة عذب تعذيبا شديدا وبعد ذلك خرج بعد فترة زمنية قضاها في السجن خرج خارج العراق شقيقه السيد محمد الشيرازي يقول بأن سيد حسن حينما كان في التعذيب و في قصر النهاية واشتد عليه العذاب والألم نذر نذرا عاهد الإمام الحج صلوات الله عليه أن إذا خرج من هذا السجن سيكتب كتابا عنه بعد ذلك خرج وخرج إلى لبنان ونسي الأمر في ليلة من الليالي كما ينقل السيد حسن الشيرازي بأنه يرى في عالم الرؤيا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يطالبه بالكتاب وكتب سيد حسن الشيرازي كتابه كلمة الإمام المهدي وأعتقد بحسب رأي أن أفضل كتب سيد حسن الشيرازي هو كلمة الإمام المهدي أفضل ما كتب سيد حسن الشيرازي عنده مجموعة من الكتب والمؤلفات بحسب رأي إن أفضل ما كتب كتابه كلمة الإمام المهدي ذكرت سيد حسن الشيرازي لأجل وعيه ولأجل تنبهه لهذا المد الخطير الذي فتك في وسطنا الشيعي هناك زحفان أمويان يزحفان باتجاه واقعنا الشيعي هناك زحف أموي واتجاه أموي خشن وهناك اتجاه أموي ناعم الاتجاه الأموي الخشن هم الوهابية وهؤلاء لا أظن أنهم يؤثرون شيئا في واقعنا الشيعي نعم العمليات الإرهابية القاتل التفجيرات هذا هو شأنهم وديدنهم أما الخطر الكبير هو في المد الأموي الناعم وهو في المد الأخواني إلى الآن فضائياتنا متأثرة بهذا المد حين أركز الكلام عن الشيخ الوائلي لا لمشكلة شخصية مع الشيخ الوائلي ولا كما يقول البعض ممن لا يملكون وعيا ولا فهما يقولون بأن الشيخ قد توفي ونترك الشيخ بعد أن توفي ورحل عن الدنيا نعم لو كان الشيخ من عامة الناس الشيخ رمز لا زالت مجالسه في كل الفضائيات لا زالت مجالسه في كل مواقع الإنترنت لا زالت مجالسه في كل محلات بيع الأشرطة والتسجيلات لا زالت مجالسه في البيوت ويحملها سواق السيارات في سياراتهم وفي كل مكان فضلا عن أن الشيخ خلف عددا كبيرا من هذه المجالس وكل خطباء المدرسة النجفية الأعمل أغلب منهم يقلدون الشيخ الوائلي حتى في نبرات صوته وفي حركاته وسكناته بل يحاولون أن يقلدوا حتى في لباسه وحتى في هندامه ومظهره القضية ليست قضية إنسان مات ورحل عن هذه الحياة هذه قضية كبيرة وهذا المد الإخواني لا زال ينخر في وسطنا الشيعي وأنا لست راغبا بالمشاكل أو بالإثارات أنا منذ ثلاثين سنة منذ سنة 1981 وأنا أواجه هذا المد الإخواني وقد دفعت ضريبة عالية من حياتي وسمعتي ومن حياة عائلتي ومن حياة إخواني وتلاميذي ومن كل الناس القريبين مني دفعت ضريبة كبيرة دفعنا جميعا ضريبة كبيرة كما قلت حين تحدثت عن السيد حسن الشيرازي أنه حورب حتى في وسطه الكربلاء السبب هي هذه القضية منذ سنة 1981 وأنا أضرب بمختلف عنواع السياط لأن هذه القضية قضية خطرة والذين يقفون في هذه الساحة ويدافعون عن هذا المد لا يقبلون أي نقد ويعتبرون النقد شيء محرم لا يحق لأحد أن ينتقد هذا المد الذي دخل في أوساطنا والتفت حوله رموس كبيرة رموس كبيرة جدا حين صدر كتاب في ظلال القرآن أيده حتى كبار المراجع في النجف وكبار العلماء في قم وترجمه من ترجمه من الشخصيات العلمية ومن مراجعنا في هذا الوقت ترجموا إلى اللغة الفارسية إلى أن صدر الجزء الذي فيه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة توقف بعض العلماء واستمر الآخرون لأنه قد فسر الآية في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالضبط ذكر هذه الرواية في أسباب نزول الآية وهذا هو أسباب النزول للسيوط والرواية موجودة في أسباب النزول للسيوط أسباب النزول للواحد من كتب المخالفين وموجودة في مصادر حديثية أخرى رواها أبو داود والترمذي والنساء والحاكم حاكم نيشابوري قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة روا أبو داود والترمذي والنساء وهذه صحاحهم صحاح القوم والحاكم عن علي الرواية عن علي قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني في بعض النسخ فشربنا حتى ثملنا لأن هذه النسخة فأخذت الخمر منا في بعض النسخ فشربنا حتى ثملنا فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني أمير المؤمنين تقدم وهو سكران يصلي فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون الرواية قرأتها من أسباب النزول للسيوطي وهو ينقلها عن سنن أبي داوود والترمذي والنسائي والحاكم النيشابوري والرواية موجودة في مصادر القوم بأن هذه الآية نزلت في علي حين شرب الخمر حتى سكر وصلى وقرأ وهو ما يدري ماذا يقرأ هناك روايات أخرى في أشخاص آخرين موجودة أيضا في كتب القوم لكن سيد قطب لم يختر إلا هذه الرواية وسيد قطب في كتابه ديدنه هو هذا أينما يستطيع أن ينتقص من أهل البيت فإنه سينتقص منهم بقدر ما يتمكن وأينما يستطيع أن يرفع من شأن أعداء أهل البيت فإنه يرفع من شأنهم بقدر ما يتمكن الطامة الكبرى أن السيد محمد حسين فضل الله في الطبعة الأولى لتفسيره من وحي القرآن أيضا حين وصل إلى هذه الآية ذكر هذه الرواية فالطبعة الأولى موجودة فالطبعة الأولى من تفسيره من وحي القرآن في تفسير هذه الآية من سورة النساء وهو يفسر الآية فذكر في سبب نزولها هذه الرواية فلما صارت الضج عليه قال بأن عامل المطبع هو الذي دس هذه الرواية وأدخلها في كتابه وأنا أستغرب ذلك الكتاب طبع ونشر ألم يراقب هذا الأمر ثم هل هذا عذر منطقي ومع ذلك رفعت الرواية في الآن الطبعات الموجودة غير موجودة هذه الرواية وهذا الموضوع تحدث عنه السيد جعفر مرتضى العاملي وبالتفصيل يمكنكم يمكنكم أن تراجعوه في كتابه خلفيات كتاب مأساة الزهراء يتعلف من ست مجلدات في أحد أجزاء هذا الكتاب تحدث عن هذا الموضوع بشكل مذهب عن قضية الرواية التي تقول بأن علي شرب الخمر حتى ثمل ثم قرأ في صلاته وهو لا يعلم ماذا يقرأ حين صدر هذا الجزء من كتاب في ظلال القرآن تراجع بعض العلماء في النجف عن تأييد كتاب سيد قطب والبعض استمروا وإلى الآن يستمرون في تأييده من بعد السيد حسن الشيرازي الحقيقة لم ألحظ عالما واحدا كتب ربما هناك من يشخص هذه القضية ويسكت لماذا يسكت لماذا لا يتحدث لا أدري هل هي المصالح الشخصية هل هو الخوف هل هو عدم التأثير تحتأي عنوان لا أدري لكنني لم أجد أحدا بعد السيد حسن الشيرازي قد أشار إلى هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد نعم في السنين المتأخرة الشيخ علي الكوراني كتب مقدمة مكثفة لمجموعة محاضرات قرر مجموعة من المحاضرات في الفكر العقائدي للمرجع المعاصر الشيخ حسين الوحيد الخراساني وكتب الشيخ علي الكوراني مقدمة الكتاب وحدثت ضجة أنا لا أريد هنا أن أتحدث عن الضجة التي حدثت بسبب ما ذكره شيخ علي الكوراني والكتاب كما عرفت سحب من السوق وربما أعيد طباعته والمقدمة غيرت لأن شيخ علي الكوراني تحدث فيها عن السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه وعن تأثره بهذا المد الأخواني بالمد القطبي فقط أشير إلى مقاطع مما ذكره الشيخ علي الكوراني الكتاب اسمه الحق المبين في معرفة المعصومين هذه بالحقيقة صورة وليس النسخة الأصلية ولكن صورة عن النسخة الأصلية للكتاب الكتاب صدر في سنة 1424 هجري 2003 ميلادي فقط أشير إلى سطور مما ذكره الشيخ الكوراني الشيخ الكوراني في صفحة 10 قال فكان هذا الكتاب الذي أرجو أن يكون ذخرا ليوم حشري وأن يكتبني الله تعالى به في من يدافع وأن يكتبني الله تعالى به في من دافع عن التشيع الأصيل في عصر كثرت فيه الكتابات عن أنواع من التشيع منها الأصيل المشرق ومنها البائس الهزيل ومنها الالتقاط الهجين ومنها التحريف الممسوخ وكلامه دقيق جدا في هذه القضية هذه الأنواع من الكتابات موجودة وبكثرة أما ما قال عنه التشيع الأصيل المشرق فإني لا أجد كتبا تتحدث عن هذا التشيع الكتب الموجودة كلها من هذه الأنواع البائس الهزيل الالتقاط الهجين التحريف الممسوخ هذه حقيقة أنا أعلم هذا الكلام مثلما مر من عمري عقود وأنا أدفع ضريبته فإني أيضا أعلم بأنني سأدفع ضريبة هذا الكلام أيضا وأنا مستعد لدفع الضريبة فإني قد وضعت كل حياتي في بنك و كل ما أملكه وضعته في هذا البنك وبحثت عن كل بنوك الدنيا أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس المال يا ابن آدم عمرك رأس مالك الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس المال فاتشت عن كل بنوك الدنيا فاخترت بنك الأطهار فاتشت عن كل بنوك الدنيا كي أودع رأس المال فاخترت بنك الأطهار بنك علي آل علي عز الأبرار وفتحت حسابا في هذا البنك أو دعت فيه كل العمر وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال كل العمر لهذا البنك كل العمر لهذا البنك أقرأ مرة ثانية ما ذكره الشيخ الكوراني في صفحة عشرة وهو كلام في غاية الأهمية يقول في عصر كثرت فيه الكتابات عن أنواع من التشيع عن أنواع من التشيع منها الأصيل المشرق ومنها البائس الهزيل ومنها الالتقاط الهجين ومنها التحريف الممسوخ هذا في صفحة عشرة أما في صفحة عشرين في صفحة عشرين وهو يتحدث عن الذين تأثروا بالمد الأخواني وبعبارة أدق بالمد القطبي لكن الذين واصلوا العمل الحركي مثقفون يكثر فيهم الاتجاه التركيبي مرادا من الاتجاه التركيبي أنهم يركبون أفكارهم عن الأئمة شيء يأخذ من التشيع وشيء يأخذ من المخالفين لأهل البيت هناك اتجاه وليس جديدا محاولة لتحويل الشيعة إلى شنة أو ربما إلى سيعة لا أدري تخفيف المذهب الشيعي إلى أقصى ما يمكن لكن الذين واصلوا العمل الحركي مثقفون يكثر فيهم الاتجاه التركيبي في فهم الأئمة عليهم السلام وقد أثروا على بعض الحوزويين وهو الشيخ يقول وكنت أتأثر بهم في بعض المفاهيم وأناقشهم في بعضها ويضرب مثالا من قضية التعارض بين الروايات في تفسير القرآن وبين تفسير سيد قطب الذي يتبناه الكثيرون من أصحاب هذا المنهج فيقول في صفحة واحد وعشرين قرأت ذلك بعد أن قرأ الرواية في الكافي فقلت في نفسي ما أغبانا ركضنا وراء ثقافة الأخوان المسلمين وابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام الذين عندهم علم الكتاب الشيخ الكراني يقول قرأت ذلك فقلت في نفسي ما أغبانا ركضنا وراء ثقافة الأخوان المسلمين وابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام الذين عندهم علم الكتاب لقد مضى علينا سنين ونحن نأخذ بقول سيد قطب وأمثاله ونفسر الآية في تدريسنا ومحاضراتنا بأن كذا وكذا إلى آخر الكلام بخصوص بعض الآيات التي كانوا يفسرونها اعتمادا على تفسير سيد قطب في صفحة 24 يقول وقد أخذه سيد قطب هذا التفسير من مفسري الدولة الأموية أنا قلت هناك منهجان أمويان يحدقان بالواقع الشيعي المنهج الخشن وهو المنهج الوهابي وهذا ضرره ليس كبيرا الضرر والخوف من المنهج الناعم والذي نخر الفكرة الشيعي نخرا صفحة 76 يقول الشيخ الكوراني في مقدمة هذا الكتاب الذي اسمه الكتاب المبين في الحق المبين في معرفة المعصومين صفحة 76 من الظواهر البارزة في أصحاب هذا الاتجاه هذا الاتجاه المتأثر بالفكر القطبي ضعف اطلاعهم على مصادر التشيع وهذه قضية واضحة ولعل من أوضح المصاديق شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه من الظواهر البارزة في أصحاب هذا الاتجاه ضعف اطلاعهم على مصادر التشيع خاصة في الكلام والحديث والتفسير مع أن بعضهم كثير القراءة لأنواع الكتب لكنه معرض عن دراسة مصادرنا وقراءتها ومشغوف بأجواء ثقافية مشبعة بالمفاهيم الغربية والسنية والشيخ الكوراني يتحدث عن تجربة الشيخ الكوراني صاحب تجربة طويلة في العمل الإسلامي وفي العمل السياسي وفي العمل الحركي وهو قائد من قادة حزب الدعوة الإسلامية سابقا قبل أن يعتزل العمل السياسي في الحركات الإسلامية السياسية كلام الشيخ الكوراني دقيق جدا وربما نتوسع فيه في وقت آخر لأنني في الحقيقة بيودي أن أقف عند كلام الشيخ الكوراني وأضيف عليه إضافات وأضيف عليه إضاحات مستفيدا من معلومات التعريخية ومن أحداث وشواهد كثيرة لكن الأمر لا يسمح الوقت بذلك وحلقات الملف كثرت وأنا أحاول أن أختصر المطلب أيضا أضيف قضية أن الشيخ الكوراني لما كتب هذه المطالب صارت ضجة حول الشيخ وكتبت كتابات ضده وأنا على طلاع يعني مثلا هذا الكتاب من جملة ما كتب ضد الشيخ الكوراني أقول هذا لألا يتصور البعض بأنني لست على طلاع حول ما دار حول هذه القضية هذا مثلا شبهات عقائدية حول الإمام المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدق للسيد عمار أبو رغيف كتاب صغير لكنه مكثث ولا أريد أن أناقش السيد عمار أبو رغيف في هذا الموضوع لا أريد أن أثير هذا الموضوع الآن ربما يثار في وقت آخر لكنني أضم صوتي إلى صوت السيد عمار أبو رغيف طبعا السيد عمار أبو رغيف يحمل حملة شعواء على الشيخ الكوراني يرفض كلام الشيخ الكوراني لكنه في نفس الوقت يطالب بأن تفتح دراسة عامة للوضع الشيعي وتقييم للوضع العقائدي والفكري وأنا أضم صوتي إلى صوت السيد عمار أبو رغيف وإن كنت أختلف معه حول المطالب التي ذكرها في هذا الكتاب قد أتفق معه في بعض المطالب ولكنني أختلف معه اختلافا كبيرا في مطالب أخرى أنا أوردت هذا مثال باعتبار الحديث بدأ بالسيد حسن الشيرازي وقلت بأنني لم أرى أحدا فما أردت أن أغبن حق الشيخ الكوراني لأنه قد تكلم وكتب ودفع هو الآخر ضريبته في هذا الطريق كما دفع السيد حسن الشيرازي ضريبته في هذا الطريق سيد حسن الشيرازي الذين كانوا يلسقون المنشورات كما ذكرت في الحلقة الماضية هم من أتباع المنهج الصدري ومن أتباع السيد محمد باقر الصدر والغريب أن سيد حسن الشيرازي حين يقتل تقتله المخابرات العراقية أيام بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدر أتدرون أين قتل كان قد أقام فاتحة للسيد محمد باقر الصدر وهو راجع من مجلس الفاتحة هاجمه رجال المخابرات العراقية في بيروت وأمطروه بالرصاص فمزقوه تمزيقا وقتل واستشهد وفي نفس تلك الفترة أيضا الشيخ الكوراني تعرض لعملية اغتيال لكنه نجى منها نجى من موت محقق في الوقت الذي كان فيه الشيخ الكوراني مع الاتجاه الذي يؤيد الفكرة القطبي كان يسمى آنذاك بالشهيد الحي ولكن بعد ذلك صار اسمه المعمم المنحرف وهذه هي قصتنا قصة الصراع بين البد الأموي الأخواني وبين ما يريد أن يرفع كلمة علي وآل علي هذه القصة تتكرر في كل زمان وفي كل مكان وفي الحقيقة إني لا أريد أن أثير هذه المطالب لأجل الإثارة أبدا باستطاعتي أن أنحو نحوا عاطفيا وحماسيا في الطرح وفي العرض وأن آتي بأرقام وأشحن الكلام بالشعر وبالأساليب الخطابية لأجل الإثارة لكنني لا أريد ذلك باستطاعة أن آتي بصور ووثائق وبتسجيلات صوتية متوفرة عندنا كل شيء متوفر عندنا وأن أعرض هذه الأمور على التلفزيون لكنني لا أريد الإثارة أبدا والله ما لي من نية إلا شيء واحد هو تنبيه الشباب الشيعي لأجل أن يعرفوا طريقهم الكبار أنا لا أمل بهم الكبار عندهم قناعاتهم واقتنعوا بها أنا حديثي مع هذه الأجيال الجديدة علها تنصر إمام زمانها وإمام زماننا يحتاج إلى أنصار في غيبته وفي حضوره ولا فارق بين الغيبة والحضور إمامنا يحتاجنا أنصارا في غيبته وفي حضوره كل هدفي أن أوضح الطريق الذي جاء في كلمات أهل البيت وقد أخطئ في ذلك أنا لا أقطع بأنني على صواب في كل شيء إنما أبذل جهدي وأنا أقول لكل الذين يتابعون هذا البرنامج أينما وجدتم أينما وجدتم خطا شخصا كتابا يربطكم بأهل البيت تمسكوا به في أي مكان في أي اتجاه نحن قد نختلف في العاراء وقد نختلف في المواقف السياسية وقد نختلف في قبول رواية أو ردها ولكننا نبحث عن جوهر واحد الجوهر الواحد ولاية علي وآل علي الجوهر الواحد هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ومن كان مواليا وشيعيا فإن الأمر إذا وصل إلى الجوهر الذي ينبغي عليه بي الذي يجب عليه أن يدوس كل خلاف وكل قيمة دنيوية وكل قيمة شخصية تحت قدمي لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من هذا وإنما أعود لأتم حديثي فيما يتعلق بشيخنا الوائلي هناك مجموعة من المقاطع نعرضها اليوم كي نكمل الكلام في هذا العنوان في عنوان الوصال نستمع إلى المقطع السابع والعشرين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه قال إني جاعلك للناس إمامه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين المجلس هذا موجود في صوت الشيعة وشبكة البتول عليها السلام شهر محرم الحرام 1400 هجري مدة المحاضرة 35 دقيقة و32 ثانية المقطع الذي عرض يبدأ من البداية إلى دقيقة و28 يعني تقريبا من 59 ثانية من الدقيقة الأولى من 59 ثانية إلى ما بعد الدقيقة الأولى 28 ثانية وبداية المجلس هي هذه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن هذا المجلس من أوله إلى آخره أنا ذكرت بأن الشيخ الوائلي عند مجالس كثيرة يكون التفسير فيها من أولها إلى آخرها ليس فيه أي شيء يتعلق بأهل البيت أو من قبل أهل البيت وهذا مصداق آخر مع أن الروايات عن أهل البيت واضحة في أن هذه الكلمات هي أسماء محمد وآل محمد ولكن الشيخ الوائلي ما أشار إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد وجاء بآراء المخالفين والمعاندين لأهل البيت فضلا عن أن الآية التي ابتدأ بها قرأها خطعا هذا ليس إشكال نحن كلنا نخطأ في قراءة الآيات في قراءة الشعر في قراءة الأحاديث ولكن لا بد أن ألفت النظر إلى أن الآية وكثير ما يخطأ الشيخ الوائلي في قراءة الآيات والروايات وهذا ليس عيبا موجود هذا عند الجميع يقعون في الخطأ لكن أشير إلى الخطأ حتى يلتفت إليه أضاف كلمة عليه بعد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس الشيخ الوائلي أضاف كلمة عليه نستمع إلى المقطع مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه قال إني جاعلك للناس إمامه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد ومجالس الشيخ الوائلي التي يبدأ من أولها إلى آخرها يشحنها بتفاسير المخالفين وآراء المعاندين لأهل البيت يعني يمكن أن أقول أكثر من تسعين بالمئة إن لم تكن مئة بالبئة مجالس تفسير الآيات القرآنية إنما ما سمعته أنا مئة في المئة لكنني لا أدعي بأنني سمعت جميع مجالس الشيخ الوائلي لكن جميع المساء المجالس التي فسر فيها آيات القرآن التي سمعته ما سمعته من مجالسه مئة بالمئة بعيد عن أهل البيت ينقل من تفاسير المخالفين والمعاندين لأهل البيت لكن أقول نسبة تسعون بالمئة لأن هناك احتمال مجالس أخرى أنا ما سمعتها فلربما نقل فيها شيئا في تفسيرها عن أهل البيت نذهب إلى المقطع الثامن والعشرين نستمع إلى المقطع الثامن والعشرين ابن سبك تكين هذا من السلاطين الرجل كان حنا فيه المذهب هذا يقعد يجي مع رجال الحديث يقعدون رجال الحديث يشتون إش عدة هذا رواية عنده حديث عنده حكم شرعي يشتون بمجلسه فجيوم صار صراع ما ديناتهم بين الأحناف وبين الشوافع لما صار صراع التفتدهم محمود ابن سبك تكين قالهم أنا أريد من عدكم أنت يا الشافعي تصليلي ركعتين على مذهب الإمام الشافعي وانت تصليلي ركعتين على مذهب الإمام بحنيفة طيب يقول قام هذا الشافعي توضع وضوء حسن أسبق وضوءه لبس ملابس مظيفة استقبل القبلة جاب الأوراد والأذكار صلى ركعتين المحترمات بهدوء وبشكينة وبوقار قال له هذا الحد الأدنى اللي يقبل به الإمام الشافعي أقل من هالصلاة ما يقبلها قال له صليلنا ركعتين على المذهب الحنفي يقول قام جاب جلد كبش جلد كبش أو جلد كلب العفو جلد كلب دبغة وبنفس الوقت لو أخذ أجل الله سمعين بنجاسة زين ولا باشا وتوضى بالنبيذ وكان الوقت صيف وقام اللبان يوقع على يديه واستقبل القبلة وقرأ صاح الله أكبر بلغة غير عربية وبدل ما يقرأ الفاتحة قرأ دوب لك سبز وخلص من الصلاة دي حدث قال له شنو هذا قال له هاي الصلاة هاي بقبول عند أبي حنيفة يقول اخترط السيف قال له أضرب عنقك إذا هاي صدق مو صدق أضرب عنقك قال له جيبوا لي الكتب موجود جيبوا لي كتب الأحناف فعلا جابوا له طلع له قال له هذا رأي طلع فر ايه لا رأوا الفتاوى قال له هاي الفتاوى الامام بي حنيفة شوف هي الحقيقة الروايات ثروة موجود الروايات أولا أبو حنيفة ما عند الرجل كتاب مدون أبو حنيفة كتاب مدون ما عنده يعني ما كتب بيده كتاب كتبوا تقريرات تلاميذه تلاميذه هم اللي كتبوا تقريراته في كلون من الكلام الواقع هذا لازم ينحصر وين ينحصر بين العلماء يشوفوا أن هذا شنو دليله شنو مدركه ما ينزلون هالكلام إلى مستوى الحوام استمعتم إلى كلام الشيخ الوالي القضية هذه أنا نقلتها في الحلقات السابقة الشيخ الوالي عرضها بشكل مقتضب ثم تلاحظون دفاعه المستميت عن أبي حنيفة هم الأحناف يقرون بذلك وموجودة في كتبهم مثل ما استمعنا في مقاطع سابقة حين ذكر قضية السجود على العذرة وقال بأنه ما عنده حساسية اتجاه هذا وربما الرجل عنده دليل الآن أيضا يدافع عن أبي حنيفة ويقول بأن أبا حنيفة لا أدري لماذا يدافع عن أبي حنيفة لا أدري لماذا مجالسه بشكل عام تبدي إعجابه بأبي حنيفة ويدافع دائما عن أبي حنيفة هذه القضية موجودة في كتب القوم وهم ينتقدونها والأحناف يقرونه هو يقول بأن أبا حنيفة ما كان عنده كتاب وهذه تقريرات طلابه وتقريرات الطلاب هو نفس كلام الأستاذ يكتبونه على الورق يأخذون الكلام من عنده فيكتبونه كتب الحديث كلها هكذا تقريرات كتب الحديث يحدث المحدث فالطلاب يكتبون فلا نقول بأن هذا الحديث قد نقل عنه نفس الشيء التقريرات وكلام يقوله الأستاذ يكتبه الطلاب لماذا هذا الدفاع عن أبي حنيفة ثم يقول بأن هذه القضايا لا بد أن تبقى بين العلماء لأن هذا من السر الذي لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرر يعني هذه الخزعبلات تبقى بين العلماء وعامة الناس يخدعون ويغشون يعني الشيخ الوائل يصعد على المنبار يمدح أبا حنيفة وهذه القضايا لا بد أن تخفى عن أبي حنيفة لا أدري لماذا هذا الولع بمدح أبي حنيفة ودائما التكرار بأن الرجل عنده أدلة بينما كان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دائما يبكته ودائما يتبرأ منه ودائما يقول له بأنك تقيس وأول ما قاس الشيطان ودائما يلعن هؤلاء الذين كانوا قطاع طرق فيما بين الناس وبين أهل البيت ولكن ماذا نصنع لشيخنا أبي سمير الوائلي هو مشبع بهذه الثقافة وبهذا الفكر السني المخالف لنستمع إلى قبل أن نستمع إلى المقطع الثالث والعشرين أشير إلى أين أو موقع هذا الكلام موجود في صوت الشيعة شبكة البتول عليه السلام هذا شهر محرم الحرام ألف وأربعمية وواحد مدة المجلس أربعة وأربعين دقيقة بداية المجلس الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة إلى آخر الآية المقطع الذي عرض يبدأ من الدقيقة ثلاثين وخمسين ثانية إلى الدقيقة ثلاثة وثلاثين وستة وعشرين ثانية نذهب إلى المقطع الثالث والعشرين نستمع فرق بين الإسلام وبين المسلمين الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر يعني أنا ما أمثل الإسلام أنا إنسان أنقل للناس الإسلام إذا أنا مخوش آدمي ومعنا تتبطل عن الدين لا عاملني أنا لا تعامل الدين الدين على حدة الدين القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة قال الدين أما حملت الدين تمام بين الحرامية بلا شك وبين الدجال الجهال الدجالين الذين يصطادون قطعا موجودين وبين الواقعيين وبين المتدين الواقعي أولا نحن نكون نفرق بين الإسلام وبين المسلمين الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر يعني أنا ما أمثل الإسلام أنا إنسان أنقل للناس الإسلام إذا أنا مخوش أجمي ومعنا تتبطل عن الدين لا عاملني أنا لا تعامل الدين الدين على حدة الدين القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة هذا الدين أما حملت الدين تمام بين الحرامية بلا شك وبين الدجال الدجال الدجالين الذين يصطادون قطعا موجودين وبين الواقعيين وبين المتدين الواقعي هذا التركيز على أن الدين هو القرآن والسنة النبوية هذا دائما يقوله أنتم الآن استمعتم إلى كلامه الدين هو القرآن وسنة النبي وهذا خلاف ذوق النبي وذوق أهل البيت النبي خلف فينا الكتاب والعترة المصطلحات في غاية الأهمية أنا لا أقول بأن الشيخ الوائلي هو ينكر هذا المعنى ينكر قضية الكتاب والعترة أبدا لا أقول بهذا ولكن أقول لأنه مشبع بالفكر الأموي بالفكر الإخواني بالفكر المخالف لأهل البيت يستعمل هذه المصطلحات الآن هو يتحدث عن أن الدين هو القرآن وهو السنة ولم يرى الذكر لأهل البيت دائما هو يتحدث في هذا الأفق وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان يعني الفكر الموجود عند الإنسان يظهر على لسانه خصوصا والشيخ الوائلي يتكلم في مجالسه على رسله من دون تقية لا يقول لأحد بأن الشيخ كان يستعمل التقية أبدا الشيخ ما كان عنده مشكلة حينما يتحدث على المنابر وإلى أن مات هذا المقطع موجود في صوت الشيعة شبكة البتول عليه السلام شهر محرم الحرام 1399 عنوان المجلس الغيبيات مدة المجلس خمسين دقيقة واثنين وثلاثين ثانية المقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة أربعة وعشرين وسبوط عشر ثانية إلى الدقيقة أربعة وعشرين وستة وخمسين ثانية نعيد الاستماع إلى هذا المقطع لتدققون في قضية أن الدين هو القرآن وسنة النبي لا يوجد ذكر للعترا نستمع نفرق بين الإسلام وبين المسلمين الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر يعني أنا ما أمثل الإسلام أنا إنسان أنقل للناس الإسلام إذا أنا مخوش آدمي ومعنا تتبطل عن الدين لا عاملني أنا لا تعامل الدين الدين على حدة الدين القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة هذا الدين أما حملة الدين تمام بين الحرامية بلا شك وبين الدجال الجهال الدجالين الذين يشطادون قطعا موجودين وبين الواقعيين وبين المتدين الواقعي حتى حينما يريد أن يتحدث عن الحسين عليه السلام وهو الموضوع المركزي بالنسبة له هو خطيب حسيني نحن تحدثنا عن الإمام المهدي الإمام المهدي بالنسبة للشيخ الواقلي قضية جانبية لذلك هو لا يذكر الإمام إلا في مناسبات خاصة أو حينما يسأل عن الإمام المهدي يجيب وإلا هل سمعتم الشيخ الواقلي مثلا قرأ في يوم من الأيام قصيدة عن الإمام الحجة بالله عليكم هل سمعتم مرة من المرات قرأ قصيدة عن الإمام الحجة هل سمعتم مرة من المرات دعا بدعاء للإمام الحجة هل سمعتم مرة من المرات وصى الناس بأن يقرأوا هذا الدعاء اللهم كل وليك الحجة بن الحسن الأئمة يوصون بأن هذا الدعاء يقرأه الشيعي في زمان الغيبة وهو قائم وهو قاعد وهو راكع وهو ساجد على كل حال من الأحوال هل سمعتم مرة من المرات وصى الناس أو هو نفسه قرأ هذا الدعاء أبدا ومرة علينا أوصانا مرة بأن نقرأ كتاب البيان للكنج الشافعي ومرة أخرى أن نقرأ ما كتبه الشيخ الوهابي عبد المحسن العباط وأنتم سمعتم وقرأت على مسامعكم أي خزعبلات وأي ترهات في هذه الكتب وسمعتم كيف يسيء الأدب في حديثه عن الإمام فيسميه مهدي نحن ما منتظرين واحد اسمه مهدي مر هذا الكلام لكن قضية الإمام الحسين قضية مركزية فلنقول أن الإمام المهدي بالنسبة للوائلي قضية جانبية لنرى أن الشيخ أحمد الوائلي ما هي مصادره في معرفة الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى المقطع الخامس والعشرين نستمع المقطع الخامس والعشرين المرحوم العقاد عالج هذا الموضوع في كتابه أبو الشهداء عالجه وكان يركز على هالنقطة دكتور طاحسين أيضا أغلب معالجات لهذا الموضوع من يمور بيها يركز على هالجانب أيضا كثير من الباحثين المتقدمين اللي يشبقه علي جلال وغير علي جلال ممن اتناول واقعة في الطف ركز على هالعامل المرحوم العقاد عالج هذا الموضوع في كتابه أبو الشهداء عالجه وكان يركز على هالنقطة دكتور طاحسين أيضا أغلب معالجات لهذا الموضوع من يمور بيها يركز على هالجانب أيضا كثير من الباحثين المتقدمين اللي يشبقه علي جلال وغير علي جلال ممن اتناول واقعة في الطف ركز على هالعامل عباس محمود العقاد طاحسين علي جلال وغيرهم هذه هي الرموس والمصادر التي ينقل عنها الشيخ الوائلي ويعرف الناس بالحسين عن طريق هذه الأسماء أسماء منحرفة عن أهل البيت كتب منحرفة لو كان هناك مجال ووقت لجئت بكتبهم وقرأت على مسامعكم ماذا كتبوا في هذه الكتب البعيدة عن أهل البيت المقصرة في حق أهل البيت والمعادية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن أعتقد النماذج السابقة تكفيكم ما مر علينا في كتاب البيان للكنج الشافعي وكذلك المحاضرة والمقالة التي كتبها الوهابي عبد المحسن العباط وكيف أن الشيخ الوائلي كان يمجد بهذين ويأمر الناس بالاستفادة من هذين الكتابين نفس العملية من هو عباس محمود العقات من هو طاه حسين من هو علي جلال ومن هم أولئك الذين سبقوهم كلهم من نفس تلك العيون الكدرة لا علاقة لهم بأهل البيت ولا لأهل البيت علاقة بهم كل ما في كتبهم مأخوذ من النهج الأموي من كتب التاريخ الأموي والشيخ الوائلي يكرع من هذه الكتب ويصبه على رؤوس الناس في مجالسه ولذلك لنرى الشيخ الوائلي كيف يحلل قتل الحسين عليه السلام مقصود يحلل في جانب التحليل الاجتماعي أو التحليل التاريخي أو السياسي الشيخ الوائلي يحلل القضية بنحو يتناسب مع الذوق الأموي الأخواني مع الذوق القطبي يحلل القضية بشكل غريب وبعيد عن منهج أهل البيت مئة بالمئة في مئة بالمئة ليس فقط مئة بالمئة مئة بالمئة في مئة بالمئة يعني مئة بالمئة بشكل مربع أس ثنين لنستمع إلى المقطع السادس والعشرين قبل أن نستمع إلى المقطع السادس والعشرين المقطع الذي ذكر فيه العقات وطاه حسين وعلي جلال موجود على صوت الشيعة شبكة البتول نت شهر محرم ألف وأربعمية وواحد مدة المجلس أربعين دقيقة وثلاثين ثانية بداية المجلس في كل عام لنا بالعشر واعية بيتشعر إلى آخر ما قال والمقطع الذي عرضنا يبدأ من الدقيقة ثلاثة واثنين وعشرين ثانية إلى الدقيقة ثلاثة وخمسين ثانية نستمع الآن إلى المقطع السادس والعشرين والذي يذكر فيه سبب قتل سيد الشهداء ما هو سبب قتل سيد الشهداء هو عامل هذا المهم شوية اللي أشرح الكياه اللي إلى إن شاء الله شنو هو العامل يتنبه ليه العامل وجود الإصبع الأجنبي لضرض مصادر الوحدة في تأريف المسلمين نبه ليه شوية سيعمل شنون يعني العنصر الأجنبي الرجال يزيد وين تربى يزيد تربى عند أخواله بني الكل بني الكل مسيحيين زين عاش يزيد ما بين النصافرة كانوا هم اللي درسوه دراسته كلها بالأذرة على أيدي النصافرة وبعد معلمة ونديمة منه الأخطر الشاعر المعروف المستشارين ما له منه اثنين سرجون والشكل وسرجون ابن منصور ابن سرجون وزاد أنا فروخ نبه لي له له لاثنين المستشارين ما لهالدولة هاي المؤسسة اللي كانوا يجيرون شؤونه الرجل تربى في هذا الجو سبب قتل الحسين عليه السلام أنه أصبع أجنبي يريد أن يضرب مصادر الوحدة بين المسلمين من أين جاء بهذا الكلام؟ هذا هو المد الإخواني الأموي هذا هو الاختراق في الفكر العقائد الشيعي إذا نذهب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولا هذا المقطع قبل أن نذهب إلى كلام الأئمة عليه وسلام هذا المقطع موجود في صوت الشيعة وشبكة البتول البتول دوت نت شهر محرم الحرام ألف وأربعمية وواحد مدة المحاضرة أربعين دقيقة وثلاثين ثانية والبداية أيضا في كل عام لنا بالعشر واعية الدقيقة التي عرضت تبدأ من واحد وعشرين إلى ثلاثة وعشرين وتنتهي اثنين وعشرين إلى واحد وثلاثين ثانية يعني من دقيقة واحد وعشرين وثلاثة وعشرين ثانية إلى دقيقة اثنين وعشرين وواحد وثلاثين ثانية نذهب إلى كلام أهل البيت ماذا يقول أئمتنا؟ هذا هو الكافي هذا الجزء الثامن من كتاب الكافي ماذا يقول أئمتنا في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن اجتماع أبي بكر وعمر فلان وفلان وأبي عبيد الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا على أن لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت محمد قصة الصحيفة أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا الموضوع ولكن الإمام ماذا يقول؟ إن الله سبحانه وتعالى أنبأ محمدا صلى الله عليه وآله إذا كتب الكتاب قتل الحسين يعني أن قتل الحسين كان متى حين كتب الصحابة الصحيفة فما هذا التحليل البارد الذي جاء به الشيخ الوائل هذا هو التحليل العقائدي الذي قاله لنا أئمتنا وهذا هو الكافي هذا التحليل من أين جاء به؟ جاء به من العقات هو جاء به من هذه الكتب هذا التحليل موجود في كتب العقات وطاه حسين وعلي جلال وغير هؤلاء هذا التحليل هو جاء به من هذه الكتب وهو أضاف عليه إضافات من عنده من بناة أفكاره أئمتنا هكذا يقولون لكني متأكد من أن الشيخ الوائلي لا قرأ هذه الرواية ولا يعلم بها أو ربما حتى لو قرأها فهو لا يعتقد بها لو كان يعتقد بها لذكرها إذا كتب الكتاب إذا كتب القوم الصحيفة قتل الحسين ولذلك هذا المعنى كان يعرفه الناس يعني هذا مثلا شاعر القاضي ابن قريعة وهو لم يكن شيعيا هذا ابن قريعة ما كان شيعيا لكنه كان عارفا بالتأريخ وبأسرار التأريخ كان عالما مثقفا في عصره ابن قريعة توفي سنة 367 والوائلي توفي في هذا العصر ماذا يقول ابن قريعة ابن قريعة هو أبو بكر ابن عبد الرحمن القاضي المتوفى سنة 367 يقول يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأا فلربما كشف تجيفه ولربما استور بدى كالطبل من تحت القطيفة القطيفة العباءة إنسان لما يأتي بطبل كبير ويغطي بالعباءة سيكون واضح ليس هناك من ستر ولربما استور بدى كالطبل من تحت القطيفة إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة لو لا اعتداء رعية ألغى سياستها الخليفة وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة ربما لا يقبل الوائل بهذا لأنه لا يستغني عن أبي حنيفة لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة وأريكم أن الحسينة أصيب فيه يوم السقيفة هذا وعي موجود عند المسلمين كان معروف حتى عند غير الشيع وابن قريعة لا يوجد عندنا دليل على أنه شيعي مجرد أن يقول هذا الشعر أنه شيعي أبدا لأن ابن قريعة لا مترجم في الكتب الشيعية مترجم في كتب المخالفين معدود في الرجالات المخالفين وأريكم أن الحسينة أصيب في يوم السقيفة ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة ولما حمت حمت يعني منعت ولما حمت شيخيكم عن وطي حجرتها المنيفة أوه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة وأريكم أن الحسينة أصيب في يوم السقيفة حين كتب الكتاب كما يقول الإمام الصادق قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تحليل الأئمة وهذا هو تفسير الأئمة لمقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه نستمع مرة ثانية للمقطع السادس والعشرين حيث الشيخ الوائلي يبين لنا ما هو السبب في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنا أكو عامل هذا المهم شوية اللي أشرح الكياه اللي إلى إن شاء الله شنو هو العامل يتنبه له العامل وجود الإصبع الأجنبي لضرب مصادر الوحدة في تأريف المسلمين نبه لي شوية شوية تلون يعني العنصر الأجنبي الرجال يزيد وين تربى يزيد تربى عند أخواله بني الكل بنك المسيحيين زين عاش يزيد ما بين النصاطرة كانوا هما اللي درسوه دراسته كلها بالأذرة على أيدي النصاطرة وبعث معلمة ونديمة منه الأخطر الشاعر المعروف المستشارين مال منه اثنين سرجون والشكل وسرجون ابن منصور ابن سرجون وزاد عن فروخ نبه لي لولا اثنين المستشارين مالها الدولة هاي المؤسسة اللي كانوا يجيرون شؤونه الرجل تربى في هذا الجو معاوية أيضا كان معاوية كان مسلم حتى أنت تحل القضية يزيد يا أبا سمير معاوية هؤلاء المستشارين الذين تتحدث عنهم سرجون وغير سرجون كانوا في الأصل هم مستشارين عند معاوية لما مات معاوية صاروا مستشارين عند يزيد هؤلاء المستشارون المسيحيون كانوا بالأصل مستشارون عند معاوية ومعاوية هو الذي تزوج من كلب وكان يخرج إلى قبيلة كلب يستأنس هناك يزيد ما هو إلا فرع من معاوية ومعاوية ما هو إلا فرع من السقيفة والقضية قضية السقيفة لكن هذا التحليل هو التحليل الأخواني التحليل الأموي الإخواني كيف يحللون الأحداث يحللون الأحداث بهذه الطريقة بالضبط مثل قضية الآن المسلسل كيف تعرض العلاقة بين الحسنين وبين معاوية بين الهاشميين والأمويين هذا تحليل أخواني هذا هو الفهم الأخواني والتحليل الأخواني والزيف الأخواني على نفس هذه النغمة الشيخ الوائلي ولس فقط الشيخ الوائلي كثيرون كثيرون يتكلمون لكن الكثيرين ليس لهم تأثير كتأثير الشيخ الوائلي في الناس هذا في جهة فهمه وتحليله من مصادر المخالفين لنذهب إلى المقطع الثامن عشر لنرى كيف يفسر آية من آيات الكتاب الكريم الملائكة كله مجمعون إلا إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تجد لما خلق فيه جايز تكبرت أم كنت من الآخرين يقول ما المقصود من العالمين أم كنت من العالين العفو ما المقصود من العالمين متكبر يعني قطعا يعني الله عز وجل عندما يخاطب إبليس يقول لأنت جيت حاول أن تجعل من نفسك متكبر متعجرف وكان الأولى بك أن تمثل لأمر السماع المقصود بالعالي هنا المتكبر ليس إلا فسجد الملائكة كله مجمعون إلا إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تجد لما خلق فيه جايز تكبرت أم كنت من الآخرين يقول ما المقصود من العالمين أم كنت من العالين العفو ما المقصود من العالمين متكبر يعني قطعا يعني الله عز وجل عندما يخاطب إبليس يقول لأنت جيت حاول أن تجعل من نفسك متكبر متعجرف وكان الأولى بك أن تمثل لأمر السماع المقصود بالعالي هنا المتكبر ليس إلا مصدر هذا الحديث هو صوت الشيعة العنوان سؤال وجواب الجزء الخامس المدة خمسة وثمانين عفوا ثمانية وخمسين دقيقة وستة وخمسين ثانية المقطع الذي عرض يبدأ من الدقيقة ستة وخمسين وعشر ثواني إلى الدقيقة ستة وخمسين واربع وخمسين ثانية يفسر العالين بالمتكبرين هذا التفسير من أين جاء به؟ إما من جيبه وإما أخذه من كتب المخالفين في الحقيقة هو أخذه من كتب المخالفين نحن إذا أردنا أن ننظر إلى الآيات الآيات هذه وردت في سورة صات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين كيف نفهم القرآن؟ هم هؤلاء الذين يتحدثون عن القرآن إما أن نفهم القرآن من طريق أهل البيت وهذا هو الطريق السديد لنرى ماذا قال أهل البيت في هذه الآية هذا هو البرهان هذا البرهان في تفسير القرآن الجزء السادس ماذا قال أهل البيت في تفسير هذه الآية الرواية يرويها عن الشيخ الصدوق بسنده إلى أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري ينقل هذه الرواية كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين لماذا يسأل هذا السؤال باعتبار أن الملائكة سجدوا فإذا الملائكة سجدوا من هم هؤلاء العالون الذين هم أعلى من الملائكة الكلام واضح يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا إلى آخر الكلام الرواية فيها تفصيل يمكنكم أن تراجعوا رواية عن إمامنا الرضا قال نحن العالون في هذه الآية قال ونحن العالون هذه الرواية واضحة أن العالين هم محمد وآل محمد ولكن نحن إذا أردنا أن نرجع فنقرأ نفس الآية الآية واضحة الآية واضحة جدا انتبهوا للآيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إذن الملائكة كلهم أجمعون تلاحظون فسجد الملائكة الملائكة هنا جمع محلى بالألف واللام والجمع المحلى بالألف واللام يعني لو قالت الآية فسجد الملائكة يعني جميع أنواع الملائكة ولكن جاء التأكيد بعدها فسجد الملائكة كلهم هذا تأكيد ثم جاء تأكيد آخر أجمعون يعني تأكيد على أن جميع أنواع الملائكة سجدوا لمن سجدوا لآدم الآية واضحة فسجد الملائكة لو كان كلمة الملائكة لوحدها تكفي جميع محلى بالألف واللام يعني جميع أفراد الملائكة كل من ينطبق عليه عنوان الملائكة داخل في هذا التعبير ولكن الآية جاءت فأكدت مرتين فسجد الملائكة كلهم أجمعون واستعملت نوعين من التعبير تعبير الكلية وتعبير الجمعية كلهم أجمعون إلا إبليس الآية ماذا تقول استكبر يعني إبليس استكبر فلا يحتاج أن الله يسأله بعد ذلك يقول له أستكبرت أم كنت من المستكبرين هو استكبر فلا يمكن أن يكون الكلام سليما الآية تقول إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت وهو وصف للحالة السابقة أم كنت من العالين يعني هل هذا منطقي في بلاغة القرآن في بلاغة كلام الله يقول له أستكبرت أم كنت من المستكبرين إذن العالون مجموعة أخرى ولذلك في تفاسير المخالفين يغضون الطرف عن هذه الكلمة لا يفسرونها أنا راجعت أكثر تفاسير المخالفين بخصوص هذه الكلمة وجدتهم يغضون الطرف عن هذا التفسير نعم هذا تفسير الجلالين هذا تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي من تفاسير المخالفين المعروفة في ذيل الآية أم كنت من العالين ماذا قال قال المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم يعني لكونك من المتكبرين أما استكبرت لم يفسرها قال استكبرت الآن عن السجود استفهام توبيخ أم كنت من العالين قال المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم ويبدو أن الشيخ الوائلي أخذ التفسير من هنا يعني من مثل ليس بالضرورة من هذا التفسير نفسه ولكن من تفاسير المخالفين نحن إذا قرأنا الآيات لوحدها فلا يمكن أن يكون أن العالين هم المتكبرون لأن الآية تقول أستكبرت أم كنت من العالين لا يمكن أن يكون أستكبرت أم كنت من المستكبرين من المتكبرين إذا قرأنا الآيات واضحة إذا رجعنا للروايات الرواية واضحة تقول العالون هم محمد وآل محمد وسياق الآيات واضح إذا رجعنا نفسر القرآن كما يزعم الشيخ الوائلي بأن القرآن لا بد أن يفسر بالقرآن ودائما يكرر هذه القضية وهؤلاء أصحاب الخط الأموي الخط القطبي أيضا يقولون القرآن يفسر بالقرآن ونحن لا نعترض على هذا ولكن ضمن ضوابط أهل البيت لا ضمن ضوابط سيد قطب إذا أردنا أن نرجع إلى القرآن سنجد القضية واضحة لنرى ماذا جاء في القرآن مثلا إذا أردنا أن نذهب إلى سورة طاها فوسوس إليه الشيطان في الآية العشرين بعد المئة فوسوس إليه الشيطان إلى آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلط وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلط هناك شجرة هي شجرة الخلط وملك لا يبلى هذا في سورة طاها لنذهب إلى سورة الأعراف في الآية العشرين وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين من هم الخالدون وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين من هم الخالدون الخالدون هم العالون استكبرت أم كنت من العالين وهنا قد استخرجوا من الملائكة لأن الآيات تقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون العالون هم الخالدون وهم أصحاب شجرة الخلد فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شجرة الخلد هي الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي هي هذه شجرة الخلد مثلت بهذا التمثيل في الكتاب الكريم محمد وآل محمد وهو الملك نفسه الذي جاء في سورة النساء في الآية الرابعة والخمسين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هذه شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى وهذا الملك العظيم وهم الخالدون وهم العالون وهم الشجرة الزيتونة التي يكاد زيتها يضي يكاد زيتها يضي لخلودها ولو لم تمسسه نار إذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن فهو يدلنا على محمد وآل محمد ولكن ضمن ضوابط محمد وآل محمد إذا أردنا أن ننظر للآيات لوحدها تدبرا في ألفاظها فالعالون هم جنس آخر لا من المتكبرين ولا من الملائكة إذا أردنا أن نذهب إلى روايات أهل البيت روايات واضحة لكن المنهج الأموي هو الذي يعتمده الشيخ الوائلي لهذا المنهج القطبي في تفسير القرآن والذي يعتمده أيضا مفسرون آخرون مثلا إذا نذهب إلى السيد فضل الله هذا تفسير من وحي القرآن وهذا هو الجزء التاسع عشر صفحة 287 ماذا فسر السيد فضل الله أم كنت من العالين فقط هذه الكلمة كتبها الذين يملكون هذا العلو في الدرجة بشكل طبيعي فقط أم كنت من العالين الذين يملكون هذا العلو في الدرجة بشكل طبيعي ولا إشارة لا إلى علاقة هذه الآية بالآيات الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل ولا إشارة إلى الروايات الواردة عن النبي وآل النبي علما أن الرواية التي اخترتها وقرأتها على مسامعكم مروية عن النبي مباشرة رواها أبو سعيد الخدري وهذا تفسير الميزان لسيدنا الطبا طبائي هذا هو الجزء السابع عشر تفسير الميزان دار الكتب الإسلامية صفحة 239 صفحة 239 أيضا تحدث السيد الطبا طبائي عن العالين فما أشار إلى أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد وحتى هذا القول الذي قال إن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره تعالى هذا التعبير هو تعبير صوفي الموجود في روايات أهل البيت واضح محمد وآل محمد ولم يذكر أي شيء آخر وقيل المراد بالعالين ملائكة السماء ولم يقل وقيل المراد بالعالين هم أهل البيت ذكر كل الإحتمالات الموجودة في كتب وتفاسير المخالفين ولما يذهب إلى البحث الروائي في صفحة 242 لم يشر إلى هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد لا في البحث الروائي ولا في قسم البيان البحث التفسيري وبقية التفاسير نفس الشيء هذه نماذج أنا لا أستطيع أن آتي بكل الكتب وأن أتتبع كل الإحتمالات فيما مر من السنين من حياتي أنا كانت عندي مكتبة لما كنت في إيران وكنت قد استخرجت كل هذه المواطن في مدة 15 سنة في كل الكتب الشعية لكن بعد ذلك كتبي صدرت وتغيرت الأمور جار الزمان وأبناء الزمان علي وعلى كتبي وعلى كل وضعي وإلا فإنني استخرجت جميع ما كان موجودا من فكر المخالفين في المكتبة الشيعية في الكتب الفقهية في الكتب الأصولية ولذلك الآن أنا لا أتعب كثيرا في استخراجها لأنني قد محصت هذه الكتب وفي دقائق أستطيع أن أستخرج هذه المواضع ولا أتعب طويلا لا أصرف وقتا طويلا ربما البعض يتصور بأنني أصرف وقتا طويلا مع الكتب في استخراج هذه المطالب أبدا لكثرة ممارسة الطويلة وقد استخرجت جميع مواطن الفكر المخالف في المكتبة الشيعية وكانت أرقام هائلة في كتب الفقه في كتب الأصول في كتب الحديث في كتب التفسير في كتب العقائد في كتب علم الكلام في كتب التأريخ في كتب الفكر في جميع أنحاء الكتب المكتبة الشيعية كانت أرقام هائلة جدا ولو سنحت لي الفرصة مرة أخرى وتوفرت للظروف أنا بإمكاني أن أستخرج جميع هذه المواطن التي غزينا بها وغزينا في عقر دارنا دخل إلينا الفكر المخالف لأهل البيت والحبل على الجرار ومنها المال حمل جمال القضية طويلة وما تنتهي بمقطع أو مقطعين أو دقيقة أو دقيقتين مقطع مرة علينا نعيد الاستماع إليه لكي تتجلى صورة أكثر وهو المقطع الحادي عشر نستمع إلى المقطع الحادي عشر مكتبتي واعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرج عشرة بالمئة وفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحها وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بي جليل قيم أعتجبي وأباركه ليش أنت كتابي ما تخلي يدخل لك ليش ما نعم هاي مشألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خلي يدخل وإقرأ إقرأ دلزم الكتاب قلت له إقرأ يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرج عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحها وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بي جليل قيم أعتج بي وأبارك ليش أنت كتابي ما تخلي يدخل لي كليش شو ما نعم هاي مشألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خلي يدخل وإقرأ إنته إقرأ دلزم الكتاب قلت له إقرأ عندهم غير على مذهبهم نحن نركض خلفهم يبصقون في وجوهنا ونبقى نركض خلفهم هذا الاستخداء لا أدري ما معنى لماذا هذا الاستخداء أمام الفكر المخالف لأهل البيت ناس عندهم غير على أفكارهم وعلى نصبهم هم ينصبون العداء لأهل البيت وعندهم غيره أما نحن نعيش حالة الاستخداء ولا أريد أن أعلق أكثر من أن الشيخ الوائلي يقول هذا الفكر ما في عدوى كيف ما في عدوى وحالتك أيها الشيخ ألا تدل على أن هذا الفكر فيه عدوى وعدوى وعدوى إلى مليون مرة لنستمع إلى الشيخ الوائلي في المقطع الرابع والعشرين ونرى العدوى واضحة في الشيخ الوائلي نسمع الغريب أنا اللي أستغرب ومو من هذا أنا أستغرب من إنسان الواقع عملاق وهو ابن عربي صاحب الفتوح الملكية هذا الطائي ابن عربي الطائي المغربي هذا رجل واجلي للقدس يعني خلق أشوف رجل كبير الفكر هذا عند بعض نظرية أخطر هذا في نظر أن الاعتراض على الجائر على الظالم هذا اعتراض على الله ليش لأن يقول هذا ولاية تجشيد لإرادة الله نبه لي جيد ماكو نظرية الشلطان ظل الله في الأرض الاحجاية هاللي يتبنوها العثمانيين يوم من الأيام الله يلعن تاريخهم لكن تاريخ الوسخ اللي ترك انطباعات على جسم الأمة الإسلامية وبالذات على جسم الأمة العربية بالذات هذا التاريخ اللي اخترعوا لك بيها الألقاب ألقاقان بن الخاقان السلطان بن السلطان الأفكم الأعظم الجناب الأكمل الأعلى الأجال ظل الله في أرض الألقاب العريضة الطويلة ها في واقع الأمر صوروا بأن إنسان منحجر من إرادة الله والحال نظرية الإسلام هو يا أشرح من هذا نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور إذا أحسن وجبت طاعته وإذا شاء وقفوا في وجهه يوقف من الرجل عمر رجل الخطار الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم فيه عوجاجا طوموني أنا ماذا أفرض نفسي عليكم إذا أشوفون عندي عوجاج صلحوني اضطوني رأيكم قام له واحد قال له لو وجدنا فيك عوجاج لقوامناك بسيوفنا والصحابة كلهم قاعدين يسمعون هذا موقف سليم جدا إمام علي صعد على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا والآن رأيي خالف الرأي لو بدأني أن أجتهد فيها المشألة قام له واحد قل له لا رأيك مع الجماعة حبي لينا من رأيك وحدك ما جاوب الاجتماع بشي قلق لك رأيك وأنا أحترم رأيك بالفعل احترم رأيك لأن يعتبر نفس شبح يمثل المجموع فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا تخبط واضح بين مديح بين عربي وأنتم سمعتم أفكار ابن عربي والشيخ الوائلي لا هو من المدرسة العرفانية ولا علاقة له بالعرفان لا من قريب ولا من بعيد حتى يمدح ابن عربي مثلا لعرفانه مدح لابن عربي وإن انتقت نظرية أو فكرة هو يعتقد بها ابن عربي وقد أشرت إليها أنا أيضا في أثناء البرنامج حينما كنا نقرأ في الفتحات المكية مجد ابن عربي وأشار إلى كتاب قال الفتوح المكية هو الفتوحات المكية وليس الفتوح المكية الفتوحات المكية التي قرأنا مقاطع منها خلال الحلقات الماضية ثم مجد بعمر ابن الخطاب ثم تحدث عن أمير المؤمنين وعن اجتهاده وهل كان أمير المؤمن مجتهدا أي كلام من هذا هذا هو الفكر المنحرف الذي اخترقنا عن هذا الفكر نحن نتحدث وعن هذا الفكر الأموي الذي دخل في أوساطنا نستمع مرة ثانية حتى يتأكد المشاهد من الكلام أنا اللي أستغرب ومو من هذا أنا أستغرب من إنسان الواقع عملاق وهو ابن عربي صاحب الفتوح المكية هذا الطائي ابن عربي الطائي المغربي هذا رجل وجليل القدر يعني خلل أشوف رجل كبير الفكر هذا عند بعض نظرية أخطر هذا في نظر أن الاعتراض على الجائر على الظالم هذا اعتراض على الله ليش لأن يقول هذا ولاية تجشيد لإرادة الله نبه لي جيل ماكو نظرية على السلطان ظل الله في الأرض الاحجاية هاللي يتبنوها العثمانيين يوم من الأيام الله يلعن تاريخهم ذاك التاريخ الوسخ اللي ترك ترك انطباعات على جسم الأمة الإسلامية وبالذات على جسم الأمة العربية بالذات هذا التاريخ اللي اخترعوا لك بيها الألقاط القاقان ابن الخاقان السلطان ابن السلطان الأفهم الأعظم الجناب الأكمل الأعلى الأجال ظل الله في أرض الألقاب العريضة الطويلة ها في واقع الأمر شوروا بأن إنسان منحجر من إرادة الله والحال نظرية الإسلام هو يا أشرح من هذا نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور إذا أحشن وجبت طاعته وإذا وقفوا في وجهه يوقف الرجل عمر رجل الخطار الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم فيه عوجاجا طوموني أنا ما جاء أفرض نفسي عليكم إذا تشوفون عندي عوجاج صلحوني اطلوني رأيكم قام لواحد قال له لو وجدنا فيك عوجاج لقوامناك بشيوفنا والصحابة كلهم قاعدين يسمعون هذا موقف شليم جدا إمام علي صحيح على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا والآن رأيي خالف الرأي لو بدالي أن أجتهد فيها المشألة جام لواحد جل لا رأيك مع الجماعة حبيلينا من رأيك وحدك ما جاوب الاجتماع بشيقل لك رأيك وأنا أحترم رأيك بالفعل احترم رأيك لأن يعتبر نفس شبح يمثل المجموع فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا أعتقد أن الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق أكثر من الذي مر فقط أشير إلى أن هذا المقطع موجود على صوت الشيعة وعلى شبكة البتول عليه السلام شهر محرم 1401 هجري المجلس 39 دقيقة وعنوان المجلس البداية أمست رزيتكم أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونة الرزايا الآتية المقطع يبدأ من دقيقة 19 وخمسين ثانية إلى دقيقة 22 وعشر ثواني نستمع الآن إلى مقطع على نفس هذا السياق ونفس هذا اللحن ونفس هذا الفكر وهو المقطع السابع عشر هل نستطيع أن نقول أن عصر الخلفاء الثلاثة الراشدين وخاص الخليفة الثالث يعبر عنا بعصر الاقتصاد الإسلامي الطبيعي خليفة الثالث أو غيرها احنا ما يهمنا الأشخاص يهمنا المبدأ المبدأ ماشي كان تصرف معاملات المسلمين كانت تقوم على أساس الاقتصاد الإسلامي يعني كل تصرفاتهم كانت تقوم بموجب النصوص الشرعية لكن تقول لي تطبقوه ككل الهيكل الإسلامي لا لأن ما اتسع عصرهم إلى تطبيقه يعني عصر الخلفاء الراشدين ما اتسع لتطبيقه ما صارت مجالات للتطبيق المجالات للتطبيق بعد ذلك لما يجد العصور غير غير عصر الخلافة ما مقدروا يطبقوه على المدى الطويل هل نستطيع أن نقول أن عصر الخلفاء الثلاثة الراشدين وخاص الخليفة الثالث يعبر عنا بعصر الاقتصاد الإسلامي الطبيعي خليفة الثالث أو غيره نحن ما يهمنا الأشخاص يهمنا المبدأ المبدأ ماشي كان تصرف معاملات المسلميين كانت تقوم على أساس الاقتصاد الإسلامي يعني كل تصرفاتهم كانت تقوم بمجب النصوص الشرعية لكن تقول لطبقوك كل الهيكل الإسلامي لا لأن ما اتسع عصرهم إلى تطبيقه يعني عصر الخلفاء الراشدين ما اتسع لتطبيقه ما صارت مجالات للتطبيق المجالات للتطبيق بعد ذلك لما يجد العشور غير غير عصر الخلافة ما ما قدروا يطبقوه على المدى الطويل المقطع هذا من مجلس المجلس موجود في صوت الشيعة الوائلي دوت كام الوائلي دوت نت سؤال وجواف شهر رمضان الجزء الثاني المدى ساعة ودقيقة وخمسطعش ثانية المقطع الذي عرط يبدأ من دقيقة تسعة واربعين وخمش ثواني إلى دقيقة تسعة واربعين وثمانية واربعين ثانية الكلام واضح أن الخلفاء عثمان بالذات وذكر عثمان الخليفة الثالث والخلفاء كلهم كانوا يطبقون التعاليم الإسلامية بحذافرها ما كان يخالفون النصوص وكان عصرهم وعصر الاقتصاد الإسلامي هذا هو تقييم الوائلي وهذا التقييم هو تقييم الخط القطبي النهج الأموي الذي اخترق الساحة الشيعية لنرى لنرى كيف يقيم أمير المؤمنين الخليفة الثالث هذا هو نهج البلاغ هذا هو نهج البلاغ الشريف لنرى أمير المؤمنين في الخطبة الثالثة وهي الخطبة الشقشقية المعروفة الخطبة طويلة أنا أذهب فقط إلى عصر الخليفة الثالث الذي تحدث عن جاء به نموذج فماذا يقول أمير المؤمنين إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني نافجا حضني الحضن يقال عنه ما بين الأبطي والكشح يعني هذه المنطقة الصدر المتكبر عادة يرفع صدره إذا أراد أن يمشي بالتكبر وتغطرس إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني هذا تعبير كنائي عن التكبر والتغطرس إلى أن قام ثالث القوم يعني عثمان نافجا حضني أن يتكبر في أي مكان بين نثيله ومعتلفه النثيل هو الروث روث الحيوانات أو يقال على المكان الذي تلقي الحيوانات فيه روثها والمعتلف المكان الذي تأكل الحيوانات فيه العلف المعتلف لا يقال للإنسان يقال للحمار يقال للبقرة للحيوانات إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه يعني الشيخ الوائلي ما يعرف نهج البلاغة ما يعرف الخطبة الشخشقية إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني بين نثيله ومعتلفه وقام معه بن أبيه وين الاقتصاد الإسلامي وقام معه بن أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع أين كان الاقتصاد الإسلامي وعثماني بن القصور في كل مكان له ولزوجته ولبناته وقام معه بن أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته البطنة هي الشراهة شراهة في الأكل يعني الذي قتلته شهوته وشهوة خسيسة شهوة البطن هذا هو رأي علي في عثمان وسمعتم رأي الوائلي في عثمان إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني بين نثيله بين روثه ومعتلفه مكان أكلك مكان الحيوانات أمير المؤمنين هكذا يشبهه وقام معه بن أبيه يعني شبيهم بالحيوانات يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع وتشبيه جدا دقيق خضمة الإبل نبتة الربيع لماذا؟ لأن نبتة الربيع تكون خضراء مليئة بالماء فحينما يأكلها البعير ويخضمها هكذا خضم يسيل سائل أخضر يخرج على فم البعير فيشير إلى شراهتهم وإلى نهمهم وإلى شهوتهم وإلى خستهم وحقارتهم أيضا هذا هو رأي علي في عثمان وفي بني أمية الذين كانوا معا أما رأيه بشكل عام في خلافة الأول والثاني والثالث هذا هو الكافي هذا الجزء الثامن من كتاب الكافي الروض ماذا يقول علي في هذا الكتاب خطبة طويلة أشير إلى مقاطع من هذه الخطبة ماذا يقول قد عملت الولاة قبلي الولاة قبلها منهم أبو بكر عمر عثمان يوجد أحد آخر هم أبو بكر عمر عثمان قد عملت الولاة قبلي يعني الخلفاء الولاة من هو يتحدث عن نفسه هو خليفة فالولاة الذين قبلهم الخلفاء قد عملت الولاة قبلي أعمالا ماذا كانت هذه الأعمال خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولذلك هو رفض أن يعمل بسيرة الشيخين لأن سيرة الشيخين مبنية على هذا الأساس هم كانوا يتعمدون أبو بكر وعمر يتعمدون خلاف النبي وينقضون عهده هذا قول علي ما هو بقولي أيهما تأخذون تأخذون قول الوائلي أم تأخذون قول علي صلوات الله عليه قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده نستمع إلى نفس المقطع وبعد ذلك نكمل الخطبة هل نستطيع أن نقول أن عصر الخلفاء الثلاث الراشدين وخاصة الخليفة الثالث يعبر عنه بعصر اتصاد الإسلامي الطبيعي الخليفة الثالث أو غيره إحنا ما يهمنا الأشخاص يهمنا المبدأ المبدأ ماشي كان تصرف معاملات المسلمين كانت تقوم على أساس الاقتصاد الإسلامي يعني كل تصرفاتهم كانت تقوم بموجب النصوص الشرعية لكن تقول لي تطبقوك كل الهيكل الإسلامي لا لأن ما اتسع عصرهم إلى تطبيقه يعني عصر الخلفاء الراشدين ما اتسع لتطبيقه ما صارت مجالات للتطبيق المجالات للتطبيق بعد ذلك لما يجد العصور غير غير عصر الخلافة ما مقدروا يطبقوا على المدى الطويل فماذا يقول أمير المؤمنين قد عملت الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته يقول ماذا ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله لأن عمر غيره ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ورددت صاع رسول الله كما كان لأن عمر وأبا بكر غيروه وأنضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تنظ لهم ولم تنفذ رسول الله أعطى عطايا ومنعوها أبو بكر وعمر ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد لأنهم أخذوها غصبا ورددت قضايا من الجور قضي بها ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام وإلى آخر الكلام الخطبة طويلة إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة يشير إلى قضية هذه البدعة بدعة التراويح التي جاء بها عمر ومذكورة في البخاري وغير البخاري لما يمر عليهم فيقول بدعة ونعمة البدعة والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتلوا معي ممن يقاتلوا معي يا أهل الإسلام يسمي أبا بكر وعمر وعثمان أئمة الضلالة ودعاة إلى النار وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار هذا هو رأي علي في أبي بكر وعمر وعثمان فأين هو الاقتصاد الإسلامي الذي كان في عهد هؤلاء الخلفاء الجائرين أحين اغتصبوا فدك من فاطمة وعوالي أحين منعوا الخمس عن آر رسول الله أحين طردوا أصحاب رسول الله أحين آووا أعداء رسول الله أحين حرفوا القرآن وأتحدث عن تحريف القرآن تحريف معاني القرآن لا تحريف ألفاظه أحين فعلوا ما فعلوا لذلك أمير المؤمنين رفض أن يعمل بسيرة الشيخين لهذا السبب كما قال إنهم خالفوا رسول الله في كل شيء متعمدين لخلافه وناقضين لعهده هكذا هو رأي علي صلوات الله وسلامه عليه والقضية لا تقف عند هذا النص أو عند الخطبة الشخشقية كل الكتب الشيعية مشحونة بمثل هذه المعاني والكلمات ابتداء من أمير المؤمنين والزهراء وانتهاء بإمام زماننا الحج بن الحسن ولكن هذا هو التفكير الأخواني وهذا هو المد القطبي الذي غزانا في عقر دارنا في عقر دار التشيب وأنا لا ألوم الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي لا ألوم وألقي اللوم عليه وحده لكن لأن الشيخ الوائلي هو الأكثر تأثير هو الرمز الواضح في طرح هذه المطالب وإلا القضية أكبر وأوسع من ذلك يعني مثلا حديث الشيخ الوائلي عن الاقتصاد الإسلامي هذا الكتاب كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هذا كتاب اقتصادنا وهو من الكتب المهمة للسيد الشهيد هذا الكتاب يتألف من جزئين ويدرس فيه السيد الشهيد أولا المذهب الماركسي من بداية الكتاب إلى صفحة 250 هذا المقدار السيد الشهيد يتناول فيه المذهب الماركسي من بداية الكتاب إلى صفحة 250 قطعا سيعتمد على المصادر التي تكون متعلقة بالشأن الماركسي هذا لا شأن لنا به ثم يتناول دراسة المذهب الرئيس مالي ويبدأ من صفحة 251 إلى صفحة 292 وهذا لا شأن لنا به أيضا ثم يبدأ من صفحة 293 إلى آخر الكتاب يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي وماذا نريد أن نقول يبني النظرية أو المشروع لنظرية معرفية في جو الاقتصاد ملامح الاقتصاد الإسلامي سمي ما شئت هو وضع عنوان الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الإسلامي جزء من كل الإطار العام للاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الإسلامي ليس علما إلى آخره إلى صفحة 242 هو يدخل في مقدمات فكرية وبحثية إلى أن يبدأ يضع الجانب العملي في نظرية الاقتصاد الإسلامي التي يؤسسها حين أسمع كلمة اقتصادنا ومن علم عيلم مثل السيد الصدر مرجع من مراجعنا فقيه من فقهائنا ماذا أفهم من كلمة اقتصادنا أفهم أن هذا الاقتصاد اقتصاد مبني على فكر الكتاب والعترة هذا الذي أفهمه قد أكون مخطئا ربما المشاهدون يفهمون شيئا آخر بالنسبة لي حين أسمع كلمة اقتصادنا وهذه الكلمة عنوان لكتاب كتبه فقيه من فقهائنا ومرجع من مراجعنا الأجلاء قطعا أقول بأن هذا الكتاب يشتمل على نظرية هذه النظرية تبتني على ما جاء في الكتاب والعترة لكن حين أذهب فأقرأ كتاب اقتصادنا أجد بأن السيد الشهيد يعتمد على الكتاب وعلى العترة وبنفس المقدار الذي يعتمد على العترة يعتمد على حديث المخالفين وفقه المخالفين والقضية لا تقف عند صفحة واحدة أو صفحتين أو ثلاثة قضية طويلة وكبيرة أشير إلى عدد الصفحات التي نقل فيها السيد الشهيد من كتب المخالفين ومن فتاواهم من الكتب الفقهية من الكتب الحديثية صفحة أربعمائة وثلاثة وأربعين نقل عن الماوردي الماوردي عن أحكام السلطانية صفحة أربعمائة وخمسة وأربعين نقل عن تاريخ الفتوح الإسلامية وكتاب الأموال لأبي عبيد صفحة أربعمائة وستة وأربعين نقل عن كتاب الأموال لأبي عبيد ونقل عن صحيح البخاري صفحة أربعمائة وتسعة وأربعين نقل عن سنن أبي داود صفحة أربعمائة وخمسين وطبعا ينقل أكثر من مرة نقل عن سنن أبي داود صفحة أربعمائة وتسعة وأربعين سنن أبي داود صفحة 450 سنن أبي داود كتاب الأموال لأبي عبيد وعن عبد الله بن عمر هذه نماذج هذه الصفحة وهذه الصفحة وهذه الصفحات كتبت أرقام الصفحات التي نقل فيها السيد الشهيد من كتب المخالفين في حلقة يوم غد سأقرأ عليكم أرقام الصفحات التي نقل فيها السيد الشهيد من كتب المخالفين لأن الوقت بات يداهمنا آخر شيء في هذا البرنامج نستمع إلى آخر مقطع نعرضه للشيخ الوائلي وهو المقطع الثاني والعشرون هذا المقطع موجود في الوائلي دوت كام الوائلي دوت نت هذا سؤال وجواب في كلية الخليج في مملكة البحرين المدة 58 دقيقة و16 ثانية المقطع الذي ننقله يبدأ من 56 دقيقة و12 ثانية إلى 58 ثانية و16 دقيقة ونحن نرى في رأي الشيخ الوائلي ونستمع إلى رأي الشيخ الوائلي في الشهادة الثالثة أنا تركت الكلام عن كتاب اقتصادنا إلى يوم غد لأنه عدد الصفحات كثير ويحتاج إلى وقت لذلك انتقلت إلى هذا المقطع وهو المقطع الثاني والعشرون نستمع إلى رأي الشيخ الوائلي في الشهادة الثالثة ماذا يقول شيخنا أبو سمير الوائلي عن الشهادة الثالثة يقول هذا الشائل جميع المسلمين من سنة والشعار يتبعون تعاليم الدين الإسلامي فلماذا يذكر اسم عليه بالأهان ويعتبر في نفس مستوى الرسول الواقع هذا التفكي هذه عملية ردة في عد أنت الشائل أنا أطلب من عنده أن يقرأ كهيث الأمويين الأمويين من دنيا خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70 ألف وعشرة آلاء وعشرة منابر 70 ألف منبر وعشرة منابر كان يشتم عليها المنبر فعملية ردة الفعل لهذا الحافظ نحن نعرف القاعدة الفيزيائية يقول لكل فعلا رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه في الواقع هل ردة فعل ردة الفعل أكدوا بيها بس أنت ما رأت الأذان ترى مواجب الأذان مستحب يعني يمكن ينشحب إلى مأذن من الصلاة والكتر إلى الأذان مستحب وإذا كان مستحب هؤلاء لما اتعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرقعوا بالأذان أشهدوا أن أعليه وجود الله يعني مثل ما الملاهب الأخرى في غير في آخر الأذان يقول السلام عليك مدلاً يا رسول الله يا نبي الله يا مر طاحبك كذلك يا صاحب القلق يا صاحب الوجه كذلك وأنا من يعتبر مفسد بالأذان تطلاقاً ما كوا منع عن واحد يقول أشهدوا أن أبا بكر ولي الله وأشهدوا أن أعمر ولي الله مبي بس أبداً ولا الأذان يختل وما بيأي مانع هؤلاء أكدوا لأن علي ينسطن علي من الضالب اتعرض إلى شتم وما اتعرض إلى شتم اتعرض إلى ملاحقات عمل يترضى تفعل ليسا إلا يا أبي وإلا احنا منع كذرها واجبة ولا منصول بالأذان والأذان كل مواجبة وإنما هو مستحق بالحثام أرجو أن أكون قدمت سورة ولا متواضعة بحدود فهم المتواضع وأأمن بالله أن يأخذ بأيديكم لماذا تلي توفيقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تبانع عن واحد يقول أشهدوا أن أبا بكر ولي الله وأشهدوا أن أعمر ولي الله مبي بس أبداً ولا الأذان يختل مبي بأيمانه ما تبانع عن واحد يقول أشهدوا أن أبا بكر ولي الله وأشهدوا أن أعمر ولي الله مبي بس أبداً ولا الأذان يختل مبي بأيمانه ما تبانع عن واحد يقول أشهدوا أن أبا بكر ولي الله وأشهدوا أن أعمر ولي الله مبي بس أبداً ولا الأذان يختل مبي بأيمانه وأنا أيضاً أصفقه لشيخنا الوائري رحمة الله عليه على هذه الشهادة وعلى هذا التفسير للشهادة الثالثة هذا التفسير الذي لا أدري من أين جاء به تفسير جاء به من الذوق الأموي المخالف لأهل البيت وطبق استنتج أن الشهادة الثالثة مبنية على قانون نيوتن أنه قانون الفعل ورد الفعل هذا القانون الفيزيائي الذي وضعه إسحاق نيوتن أنه لكل قوة فعل رد فعل يساويها في القوة ويعاقسها في الاتجاه هذا هو دليلنا على الشهادة الثالثة وهذا دليل جهله المطبق بروايات أهل البيت الكثيرة جدا في فضل الشهادة الثالثة حينما شرعت في كتابي الشهادة الثالثة المقدسة والذي صدر في سنة 1400 و13 للهجرة حين شرعت جمعت من الروايات والأحاديث التي تتحدث عن الشهادة الثالثة من كتب الشيعة ومن كتب المخالفين ما قدرته في وقته أن يصل إلى سبع مجلدات لكنني وجدت أن الناس لن تقرأ هذا الكتاب بهذا الحجم فضغطت الروايات وجعلتها في كتاب واحد في جزء واحد واختصرت الكثير منها إذا أحد منكم يراجع الكتاب سيجد الكم الهائل من الأحاديث والروايات التي جاءت في كتبنا وحتى في كتب المخالفين بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة أشهد أن علي ولي الله ولكن ماذا نقول وهؤلاء هم علماؤنا وهم خطباؤنا وحين نؤشر على هذه العيوب نسب ونجتم إلى هذه اللحظة ويلومنا الكثيرون لا أدري ماذا يريدون يساع إلى أهل البيت يساع إلى فكر أهل البيت ولا يريدون من أي أحد أن يشير إلى هذا العيب أو إلى ذلك الخطأ ولقد تغلغل في وسطنا الفكر الأموي وأخطر واجهات الفكر الأموي هو الفكر الأموي القطبي الذي تسرب إلينا من الأخوان المسلمين أنا أحذر شباب الشيعة من التأثر بهذه التيارات وإلا والله النتيجة والعاقبة هو أن يقف الإنسان في مواجهة أهل البيت ولكن بحسب الظاهر هو شيعي الموضوع طويل كان بودي أن أكمل الحديث بالكامل في هذه الحلقة ولكن ماذا أصنع والحديث له تبعات وله تفاصيل إن شاء الله تعالى في يوم غد ألتقيكم وأكمل الحديث من حيث انتهيت أسألكم الدعاء جميعا أتمنى لكم ليلة هانئة وسعيدة تصبحون على ولاية الحجة بن الحسن وها أنا ذا خادمكم أسألكم الدعاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر